في منتصف فصل الشتاء حيث موسم التخزين والاختباء كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات يا إلهي ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلوب قبل أن ينهر منزلي كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك مشكلة سيد نديم ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعا أستاذ ثعلوب أعلم أن الطقس بارد وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل لكن أرجوك ساعدني بالطبع لا تقلق واسترح قليلا ريتما أعد لك مشروبا ساخنا يدفئك في هذا البرد الشديد حسنا شكرا لك أستاذ ثعلوب الآن أخبرني ما هي مشكلتك؟ إنه الصقف أفسده الشتاء ثانية حاولت مرارا وتكرارا أن أصلحه دون جدو لا ينتهي أبدا كاموس فصل الشتاء تفضل عزيزي أشكرك بشدة إذن أخبرني ماذا حدث للصقف؟ المطر يجعله هش حتى أنني أحيانا أخاف أن يتهاوى لا أريد أن أتجمل أنت محق إنها حقا مشكلة كبيرة حسنا هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر لذا ظل يفكر ويفكر لدي فكرة يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسنا علينا الذهاب لمتجر الغابة لكن أولا علينا أن ننتظر توقف العاصفة انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد وبعدها أظن أن التقصى مناسب الآن هيا ننطلق أستاذ ثعلوب انطلق الاثنان معا وتوجه نحو متجر الغابة وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفا مائلا سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ آه لا تقلق هذا نوع جديد يبيعناه على هيئة قطع يمكن تجميعها معا ها حل العبقري أجل اختار الأستاذ ثعلوب سقفا جميلا وتحرك معا نحو منزل السيد نذير وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معا ها قد انتهيت أنا آتٍ آه لا أصدق عيني هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى لا تقلق يا عزيزي إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد فأنا الأستاذ ثعلوب أنا في غاية السعادة أشكرك كثيرا أستاذ ثعلوب لا عليك أبدا كل ما يهمني أن نعيش معا في جو جميل ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان في صباح يوم مشرق جميل انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي مرحبا معك ألفي ألفي أنا السيد شائب كيف حالك؟ أنا بخير شكرا لك عظيم أرسلت لك المقطوعة الجديدة عليك التضرب جيدا بالتأكيد سأبدأ بمجرد وصولها ماء وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب صباح الخير سيد ألفي لدي طرد لك من السيد شائب شكرا سيدة نظيرة الآن علي أن أبدأ أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية ثم خرج ليتدرب جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة أحب السيد ألفي الكمان كثيرا وكان يستمتع بالعصف عليها لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العصف انقطعت أوتار الكمان مما أحزن السيد ألفي بشدة يا إلهي انقطعت الأوطار كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ آه وجدتها سأذهب الأستاذ ثعلوب مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملا في إيجاد حل لمشكلته موسيقى 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 مم ترى من يكون موسيقى موسيقى سيد ألفي نجمنا الكبير مرحبا تفضل شكرا أستاذ ثعلوب استرح هل توضع عصير الليمون؟ هذا لطف منك موسيقى 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 عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ وعندئذ لاحظ الكمان ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ ثم فجأة انقطعت الأوتار فهل يمكنك مساعدتي؟ موسيقى موسيقى حسناً يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها لقد اشتريتها بالفعل لكني لا أعرف كيف أركبها إنها أول مرة لا عليك الأمر بسيط دعني أشرح لك كيف تركبها أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى وها هو الوتر الآخر أيضاً أخيراً تفضل جربها أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد في عالم مليء بقصص المرح والمغامرة حدثت هذه القصة كان الأستاذ ثعلوب جالساً في الفناء الخلفي يرسم لوحة جميلة لطائر يطير خارجاً من عشه فوق نهر أزرق عريض الجمال في كل مكان كل ما علينا أن نمعن النظر ثم قاطعه نداء يطلب المساعدة لقد كانت السيدة حلوب البقرة النشيطة أنا في مشكلة كبيرة وأنت الوحيد الذي يستطيع أن يجد صغيري تفضلي سيدة حلوب اهدئي قليلاً ولا تنسي أن لكل مشكلة حلاً دعا الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب للدخول للبيت وقدم لها عصير الليمون بالنعناع كي تهدأ قليلاً الآن أخبريني ماذا حدث بالضبط؟ في صباح الأمس ذهبت للتسوق وهناك قابلت الجمل جميل ظلنا نتحدث ونتسوق معاً ولم أنتبه لمرور الوقت وعندما عدت للمنزل وجبت الباب مفتوحاً دخلت لأتفقت ليلي وبكور فلم أجبهم في أي مكان نديت عليهم مراراً لكن لم يجب أحد هل كان البيت مفتوحاً عندما غادرت في الصباح؟ يا إلهي لم أتأكد من إغلاقه يا لإهمالي هذا خطير شعر الأستاذ ثعلوب بالأسى تجاهها لذا قال لها لا تقلقي سيدة حلوب لدي فكرة جيدة بحث الأستاذ ثعلوب عن اللاسلكي واتصل بالسيد سلطان رقيب الغابة يا رقيب أحتاج المساعدة في خدمتك أستاذ ثعلوب الآن لدي مهمة لك أريدك أن تجد أبناء السيدة حلوب الصغار ليلي وبكور ليلي ترتدي فستاناً وردياً وبكور يرتدي قميصاً أبيضاً وسروالاً أزرق قصير في الحال اطمئني سيدة حلوب السيد السلطان يعرف كل أماكن الغابة جيداً ويستطيع أن يمسحها بالكامل بنفسه بكور وليلي سابتان في حضنك الليلة هل هو ماهر؟ آه إنه مذهل إنه يطير بسرعة قد ضوء وبصره الأكثر حدة بين سكان الغابة كل ما علينا الآن أن ننتظر وندع المحترفين يعملون ترك سلطان عشه المتواضع وحلق عالياً بنشاط طار نحو الغرب ثم عطف نحو الشرق حتى وجد مكاناً مهجوراً أخذ يحلق حول المكان ويبحث بكل ما أوتي من قوة وعندما كاد ينتهي من البحث وجد أخيراً ما كان يبحث عنه لقد عثر على ليلي وبكور وجدت أطفال السيدة حلوب في حفرة سأعود الآن وأحضرهما معي لقد كنت متأكداً أنك ستفعلها انتفضت السيدة حلوب من الفرحة وبعد دقائق سمعوا طرقاً على الباب كان ذلك هو السقر سلطان برفقة ليلي وبكور أقبل الصغيران نحو أمهما ووعداها بعدم الابتعاد عنها مرة أخرى طلقت عليكما كثيراً ولم أستطع تحمل غيابكما كنا نلعب الغميضة عند البحيرة ثم انزلقنا في الحفرة فجأة لكن السيد سلطان جاء وأخرجنا نحن أسفان بل نفعلها ثانية حسناً يا صغيري لا أعرف ماذا أقول لا يوجد كلام يعبر عن شكري لا تقول هذا سيدة حلوب سأكون دوماً بجانبكم لا بد أن الصغيرين قد جاع ما رأيكم أن نشرب معاً حساء البروكلي؟ لقد صنعته بنفسي وبعده نتناول حلوى البودينغ رائع هيا بنا أم أعطى الأستاذ فعلوب السيدة حلوب هدية هذا من أجل أمان الأطفال حتى لا تغفلي عن الوقت مرة أخرى أنا حقاً لا أعرف كيف أشكرك أستاذ سعلوب لطالما شعر التنين جانح بالفخر بموهبته في التصوير وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله ولم ينضي وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سقر لقد انتهيت الآن إرسال آه يا لها من صورة الآن عرفت من سيكون مصورنا وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح أوه أخيراً رشحني أحدهم لن أخذ له أبداً أعد بذلك أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل إنه اليوم أخيراً يجب علي أن أتمرن ها؟ يا إلهي ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا إذ ضغط على زر غير من خواصها فصارت الصور بيضاء اللون حاول جامح أن يعيدها كما كانت فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات لكن دون جدوى ماذا علي أن أفعل؟ آه ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ تعلوب بعد القليل من التفكير لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ تعلوب فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال ترجمة نانسي قنقر مبكراً هكذا جامح هذا أنت؟ ساعدني أستاذ تعلوب الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء من عمل؟ اهدأ عزيزي اهدأ تفضل بالدخول دخل جامح والأستاذ تعلوب وبعد ما جلس شرح مشكلته في هدوء كما تعلم فاليوم حفل ميلاد الملك نعم وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل تهانينا لا أستاذ تعلوب أخشى أنني لن أستطيع المشاركة ماذا؟ لماذا؟ الكاميرا تعطلت تعطلت؟ نعم قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء هل فحصت العدسة؟ نعم وأعطت مسحها كي أتأكد لكن بلا جدوى والمرشح؟ كل شيء إذن ليست العدسة ولا المرشح دعني ألقي نظرة أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها سأذهب إلى السجن أليس كذلك؟ لا لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي سأكون أضحكة الجميع هل أنت متأكد من ذلك؟ ها؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه يا إلهي إنها تعمل ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زيت خاصية الجامع بدون قصدك أوه لقد نسيت الفحص ذلك شكرا أستاذ ثعلوب سأذهب الآن أراك في الحفل سيكون ذلك رائع عندئذ غادر التنين جامح عائدا إلى بيته في سعادة وسرور بدأ اليوم بداية جميلة فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية والجو رطب والمنظر بديع مما يجعلك تود الرقض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس يا لهذا الضبابي الذي يكس الغابة اليوم إنها ظاهرة غريبة تجداح الغابة في الآوينة الأخيرة أرجو أن يكون كل شيء بخير علي الذهاب إلى المنزل حالاً هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية أهااً السيد سلطان سأقوم بالاتصال به فربما يستطيع إخباري بما يحدث اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان ولكنه لم يجد أي رد ربما ليس بمنزله سأحاول محادثته عبر اللاسلكي وعندما بدأ بالبحث عن جهازه إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع وكان اليوم يمر بمشكلة السيد جواد يا للمفاجأة لم أتوقع عنه أنت أبداً كيف حالك؟ تفضل شكراً شكراً أستاذ ثعلوب أنا لا أريد أن أضيع أي وقت فأنا دقيق في وقتي وأعمالي بالطبع بالطبع هل أعذروا؟ شكراً لدي فقد أردت مشهورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب اجلس من فضلك فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك حسناً حسناً تريد قليلاً وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب قصة طويلة ستستغرق وقتاً ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأياتي طريقة حسناً أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة باختصار شديد المفترض أن هذا المنجم به ذهب ولكنني عندما بدأت بالتنقيب لم أعثر إلا على حفنة من التراب كان شعوراً سيئاً جداً لقد خاب ظني وأحسست أنني أخطعت بهذه الصفقة ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة سآتي بشيء يساعدنا أأنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم نعم أشكرك أستاذ ثعلوب أرجو منك أن تسرع أنت تعلم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك نعم نعم أمهلني دقيقتين فقط كثير أستاذ ثعلوب دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادل وبالفعل وجدها فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد أستاذ ثعلوب لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة صلاقد صفقة وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير فأنت تعلم أن الوقت كالسيف فهمت سيد جواد ولكن أنا هكذا نضيع وقتاً أكثر أليس كذلك؟ بلى هيا بنا إلى سيارتي حسناً كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً وأصبحت الرؤية مقبولة وعندما وصل كانت المفاجأة ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة ترى ما الذي حدث؟ موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب ما هذا؟ نام السيد نعسان على عجلة القيادة كان الصوت مزعجا للغاية حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفضيع ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان أنت ثانية يا لك من مزعج ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه المعذرة سيد نعسان مرحبا مرحبا هذا كثير من؟ أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي أوه أستاذ ثعلوب كيف حالك؟ يا إلهي الثانية صباحا؟ ها؟ فعلا؟ إذن كيف أساعدك أستاذ فعلوك؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف أنت أخبرني لقد كنت نائما واستيقظت على الصوت الفضيع لآلة تنبيه سيارتك أوه عذرا يبدو أن النعاس قد غلبني مجددا يا إلهي لا بأس في ذلك الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسنا أستاذ ثعلوب إلى اللقاء إلى اللقاء حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل يا إلهي أوه أستاذ ثعلوب انتظر ساعدني ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل هذا ما يبدو هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يراه وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة لكن السيد نعسان لم يستيقظ حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه سيد نعسان لقد نفذ الوقود من سيارتك من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود حسنا لقد نمت ثانية؟ ماذا؟ استيقظ سأملأ لك خزان الوقود لدي بعض منه في الداخل سيكون هذا رائع سيد نعسان لقد انتهيت يمكنك الذهاب الآن شكراً مع السلامة مع السلامة لا ليس مجدداً ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة إذ رن هاتفه ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحباً مرحباً أستاذ ثعلوب أنا الملك سم أهلاً مولاي كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تسعجني ولماذلك؟ إنه البيانو حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب كيف هذا؟ لا أعرف هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد سأتي حالاً شكراً لك سأكون في انتظارك حسناً إلى اللقاء على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا أهلاً أستاذ ثعلوب لحظة من فضلك مولاي لقد وصل الأستاذ ثعلوب عظيم دعه يدخل تفضل أستاذ ثعلوب فجلالة الملك بانتظارك صباح الخير ها قد جئت أوه من فضلك أستاذ ثعلوب أصلح لي البيانو فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني لا تقلق سيدي سأجد حلاً لك بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه ما الأمر أستاذ ثعلوب هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب أرجوك أجبني الصوت مريع كلا ليس الأمر كذلك يحتاج فقط للصيانة هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي الأمر بسيط وسأبدأ في الحال حقاً شكراً أستاذ ثعلوب لقد كانت صدمة كبيرة ولكن أوه لا ليس هذه الكلمة عفواً أمهلني بضع دقائق أوه حسناً سأنتظرك والآن حان وقت العمل أرجوك أستاذ ثعلوب أصلح سريعاً فهو عزيز علي جداً لا تقلق سيبدو جديداً فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات ثم بدأ العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى جميل صوته رائع أخبرتك أن الأمر بسيط لا أصدق حقاً أشكرك بشدة أستاذ تعلوم على الرحب والساعة وبهذا انتهى عمل الأستاذ تعلوب لوح للملك مودعاً وغادر سعيداً بمساعدة صديقه فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض اشتركوا في القناة يشرب مشروبه الصباحية المفضلة من اللبن والشوفان ويستمتع بمشاهدة برنامجه اليومي على التلفاز إذ سمع طرقاً على الباب ترى من يكون في هذا الوقت المبكر وعندما فتح وجده واقفاً ينتظر كان ذلك هو السيد خنزوان الذي كان مستاءاً بشدة أهلاً صديقي خنزوان لما يبدو الحزن على وجهك هكذا؟ طب صباحك أستاذ ثعلوب لدي مشكلة كبيرة ولا أدري إن كان لها حل أم لا اهدى يا عزيزي واطمئن تماماً فلا مشكلة بلا حل تفضل لنتحدث في الداخل بهدوء وأعدك أني سأجد حلاً لك دخل السيد خنزوان مع الأستاذ ثعلوب إلى المنزل فأجلسه على أريكته المريحة وقدم له مشروب الليمون الطازج بالنعناع حتى تهدأ أعصابه ويستقر هذا سيهدئك شكراً لك أستاذ ثعلوب أنت كريم ونبيل كما سمعت عنك من حيوانات الغابة الآن أخبرني ما الذي حدث معك وضايقك هكذا؟ لم يحدث معي شيء خطير كل ما هناك أني مؤخراً لاحظت أن الحيوانات تنفر من رائحتي ويبتعدون عني أثناء حديثي معهم بالطبع لم يخبرني أحد بذلك حتى لا يجرح مشاعري لكنني فطنت إلى الأمر وكيف تأكدت من ذلك سيد خنزوان؟ لقد تأكدت من ذلك عندما شممت رائحة ملابسي لقد كاد يغشى علي من سوء رائحة الملابس لذا قررت أن أحاول تغيير هذا الوضع لأني حيوان اجتماعي وأحب أن يقترب مني أصدقائي ولا ينفرون مني بهذا الشكل بالطبع حسناً ما رأيك أن نذهب الآن إلى منزلك؟ وهناك بكل تأكيد سنصل لحل لمشكلتك هيا بنا إذن أستاذ ثعلوب انتظرني قليلاً إذن ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابس المهمات خاصته وعاد سريعاً إلى السيد خنزوان الذي كان في أوج الإثارة والتلهف لمعرفة كيف سيحل الأستاذ ثعلوب مشكلة الرائحة السيئة الآن هيا بنا إلى منزلك واستعد لحل جميع ما يحزنه ركب الأستاذ ثعلوب سيارته الجيب الأنيقة وبجانبه السيد خنزوان وانطلق معاً في طريق المنزل وفي طريقهما تجاذب أطراف الحديث وناقش معاً الكثير من أمور الحيوانات والغابة ها هو منزلي كس هنا أستاذ ثعلوب ما أجمل منزلك سيد خنزوان تصميمه رائع حقاً هذا لطف كبير منك أستاذ ثعلوب دخل لاثنان المنزل وحينما أغلق الباب شم الأستاذ ثعلوب رائحة كريهة جداً آتية من الأسفل أخبرني يا عزيزي أين تخزن ملابسك؟ أخزنها بالأسفل في قبو المنزل تعال معي سأريك لا شكراً لقد وصلتني الصورة اسمع سيد خنزوان سبب الرائحة الكريهة هو الملابس بالتأكيد وما يجعل رائحة الملابس كذلك هو تخزينها في ذلك القبو حقاً أجل سأخبرك عليك من اليوم أن تخرج ملابسك من هذا القبو وتنظفها جيداً بالماء والصابون وأنا سأصنع لك خزانة ملابس نظيفة يمكنك تخزين ملابسك فيها دون أن تقلق أبداً من أمر رائحة أحضر الأستاذ ثعلوب المعدات المطلوبة لعمل الخزانة من حقيبة الأدوات الذكية خاصته وشرع في صنع خزانة خشبية من أجمل ما تكون خنزوان هل تعرف أسماء هذه المعدات؟ كلا أخبرني بأسمائها أستاذ ثعلوب حسناً هذا مفك وهذه مسامير وهذا يسمى غراءاً وهذه مترقة شكراً تهلل وجه السيد خنزوان وقفز من الفرحة حتى أن البيت اهتز وكادت الخزانة الجديدة تقع وتتكسر لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب ومضى في طريق عودته للمنزل سعيداً منشرح الصدر بمساعدة صديقه لأنه يعلم جيداً أن السعادة الحقيقية في إسعاد الآخرين كانت الآنسة ياسمين ترسم على الشاطئ كعادتها مستمتعة بممارسة هوايتها آه، أظن أنني يجب أن ألونه باللون الأزرق لا مهلاً أظن أن هذا أفضل لماذا لا أعطيه بعض اللون الوردي الموجود على ريشي؟ آه، هذا لا يجدي نفعاً عليّ الاتصال بالأستاذ ثعلوب لعلّه يخبرني ما يجب عليّ فعله مرحباً أهلاً أستاذ ثعلوب، أنا ياسمين أهلاً ياسمين، كيف حالك؟ بخير، أستاذ ثعلوب، لكنني بحاجة إلى مساعدتك هل بوسعك القدوم إلي؟ أنا في مكان الرسم المعتاد بالطبع، سآتي حالاً ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وانطلق بسيارته إلى حيث ترسم يا سمين آه، أستاذ ثعلوب، أنا سعيدة لمجيئك لقد حاولت بكل الطرق، ولكنني لم أفلح ماذا تحاولين أن تفعلي؟ أنا أحاول أن أضيف بعض اللون الوردي، أستاذ ثعلوب لا أظنك تتبعين الطريقة الصحيحة يا سمين حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ هل تستخدمين لوحة للألوان؟ بالتأكيد حسناً، أي الألوان لديك؟ لدي الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأسود والأبيض وينقصني الوردي، الأخضر، البرتقالي، البنفسجي والبني دعيني أرى، إذا أضفنا القليل من الأحمر إلى القليل من الأبيض، نحصل على الوردي آه، إنه أشبه بالسحر وماذا عن بقية الألوان؟ هل تودين التجربة؟ أجل أجل، أود ذلك، ولكن أي الألوان أستخدم؟ أطلق العنان لخيالك أريد أن أجرب الأحمر والأزرق حسناً رائع، أستطيع تلوين أزهارها بالبنفسجي هل تريدين التكرار؟ بالطبع، هذه المرة سأجرب الأحمر والأصفر جميل، إنه البرتقالي إنه جميل أستاذ فعلوب، لكن لا زال ينقصني الأخضر حسناً، لنرى، ألن نخلط الأزرق والأصفر بعد؟ صحيح انظر إلى هذا اللون الأخضر الجميل الآن لوني كما تشاءين لكن أستاذ فعلوب، ماذا عن البني؟ صحيح، كنت أنساه برتقالي وأزرق نعم، هو ذاك حقاً أنا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ فعلوب لا عليك يا سمين، أحب ألوانك جداً بالفعل؟ نعم، إنها زاهية أشكرك، هذا بفضلك أنت حسناً، إذا أردت لوناً ما، فقومي بدمج الألوان معاً وهكذا عن طريق دمج الألوان التي لديها، حصلت يا سمين على ألوان جميلة جديدة، فكانت منشرحة سعيدة كان خنزوان راقداً في سريره لم يفلح في النوم رغم أنه حاول بكل جهده لذا تشكلت هالات سوداء تحت عينيه آه، لا، ليس مجدداً أشعر بالنعس الشديد، لكني لا أقدر على النوم ماذا يحدث؟ وجدتها، سأكلم الأستاذ فعلوب أمسك خنزوان بالهاتف واتصل بالأستاذ فعلوب الذي كان نائماً حينها مرحبا أهلاً أستاذ فعلوب آه، أهلاً خنزوان، هل أنت بخير؟ ليس تماماً، لا أستطيع النوم ولما هذا؟ لا أعرف حسناً، عد للسرير وأغلق عينيك ثم عد إلى ألف ستجد نفسك حينها تغط في نوم عميق حسناً، سأحاول أن أفعل هذا شكراً أستاذ فعلوب ليلة سعيدة حسناً، حسناً، الآن مرحباً، مرحباً حسناً، أهمي مرحباً مرحباً للمددة سعيدة؟ أسان حسناً، أصنع ترحباً مرحباً، أسان حسناً، مرحباً هل تفكر أكثر من اللازم؟ هل تكثر من القهوة؟ لا أفعل أي من ذلك في الواقع أشعر بالنعاس الشديد هل لا أريتني حجرتك من فضلك؟ بالطبع الإضاءة ليست مزعجة ودرجة الحرارة معقولة الوسائد باردة ورائحتها زكية كرائحة الخزامة أرأيت؟ كما قلت لك دعنا نلقي نظرة على سريرك أها توجد هنا بعض الألواح المكسورة هل علي أن أتخلص من السرير؟ لا نحن فقط سنبدل الألواح المكسورة بأخرى جديدة تحتاج إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة ألواح جديدة انتظر هنا أزال الأستاذ ثعلوب الألواح المكسورة ووضع الألواح الجديدة بدلاً عنها حسناً انتهى عملي هنا أنا أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب تثاؤب الأستاذ ثعلوب عندما رأى خنزوان ثم قرر العودة قبل فوات الأوان للحصول على قسط وافر من النوم قبل أن تطلع الشمس ويبدأ اليوم يوماً ما كان النسر العظيم هيثم يطير إلى عشه كل ما أراده حينها هو الراحة ولكنه لم يقوى على الوصول فقد شعر بالبرد والتعب الشديد يبدو أنه قد أصبح نسراً مسناً لذا قرر الذهاب للأستاذ ثعلوب أهلاً سيد هيثم تبدو متعباً تفضل أرجوك شكراً أستاذ ثعلوب حسناً أخبرني كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب لقد عشت أياماً مليئة بالازدهار والرخاء ولكنني صرت كهلاً ومتعباً ولا أستطيع العيش وحيداً هناك في هذا الطقس البارد وأين تعيش سيد هيثم؟ على قمة الجبل فهمت الرياح قوية هناك يبدو أنك تصاب بالبرد كثيراً كلاً لم أعتد أن أمرت لكن ذلك كان في الماضي أما الآن سرت ضعيفاً لست كما كنت سابقاً كما أنني وحيداً هناك بالأعلى لا يوجد أحداً يتحدث إليه أو يساعدني في التماثل للشفاء إذا مردت ولم لا تأتي وتعيش معنا في الغابة؟ لقد بحثت كثيرا لكنني لم أعثر على المكان المناسب لعش الكبير ولا أقوى على بناء عش جديد كما لا أستطيع السكن في بيت أحدهم أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر ما الذي يمكنه فعله لمساعدة صديقه القديم وجدتها سوف نبني بيتا جديدا لا تقلق سريعا جمع الأستاذ ثعلوب أدواته وقفز في سيارته متجها إلى وسط الغابة توقف أمام شجرة بدت قديمة وراسخة في منتصف الغابة حيث تعيش العديد من الحيوانات مكان رائع أستاذ ثعلوب انتظر لترى ما خططت لأجلك أسند الأستاذ ثعلوب السلم على الشجرة وبدأ في عد الخطوات لأعلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة وعندما وصل إلى الأعلى فتح حقيبته وأخرج ألواحا خشبية ثم قام بتركيبها معا والآن أحتاج لبعض المسامير وسيكون كل شيء في أفضل حال شارفنا على الانتهاء سيد هيثم لا أطيق الانتظار أكثر أستاذ ثعلوب يا إلهي يا له من بيت رائع إنه بيتك الآن سيد هيثم هذا بيتي؟ لا أصدق عيني أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب على الرحب صديقي دخل النسل هيثم منزله الجديد وكان يومه بمثابة العيد كانت فكرة سديدة للأستاذ ثعلوب الذي طالما ساعد الغير وأسعد القلوب في إحدى ليالي الربيع المقمرة وبينما كان الأستاذ ثعلوب مسترخياً يحتسي شرابه المفضل في شرفته إذا به يسمع صوت هاتف المنزل ترى من الذي يتصل في ذلك الوقت؟ مرحباً من معي؟ أستاذ ثعلوب أنا سبع الملك سبع أهلاً وسهلاً بك أستاذ ثعلوب هل لك أن تزورني في الصباح الباكر لأقص عليك أمراً ما؟ بالطبع سأكون هناك وبعدما أغلق الأستاذ ثعلوب الهاتف اتجه لفراشه حتى يخلد للنوم مبكراً لأنه لم يرد أن يفوت موعده مع الملك في صباح اليوم التالي استيقظ الأستاذ ثعلوب ودخل ليأخذ حماماً منعشاً بعدها ارتدى ملابسه مستعداً لموعده مع الملك سبع أهلاً أستاذ ثعلوب لحظة من فضلك مولاي لقد وصل الأستاذ ثعلوب هل أدخله؟ بالتأكيد أدخله في الحال تفضل أستاذ ثعلوب فجلالة الملك بانتظارك صباح الخير سيدي هل تأخرت عليك؟ لا لا أنت دائماً في الموعد كيف حالك أستاذ ثعلوب؟ أنا بخير وكيف حال الصغير شابول؟ إنه بخير فكما تعرف شابول شقي جداً ولا يكف عن الهرولة هنا وهناك ولكن بفضل سوارك لاستطيع أن نصل له بسهولة أشكرك على صريك الطيب على الرحب والسعى هل أخبرتني ما الأمر الذي يقلقك؟ كما تعلم فقد ازداد عدد سكان غابتنا مؤخراً بالتأكيد لقد ازداد عددهم كثيراً نعم ولكنني لا أستطيع أن أصل إليهم جميعاً للاجتماع به لهذا طلبت منك المساعدة أريدك أن تجد حلاً لأجمع كل حيانات الغابة في نفس الوقت دعني أفكر سأحتاج لبعض الوقت لك ذلك أستاذ ثعلوب ولكن أرجوك لا تتأخر في الرد عليه لا تقلق جلالتك في الغد سوف أعود لك بالحل خرج الأستاذ ثعلوب ثم صعد إلى سيارته وهو يفكر كيف يحل مشكلة الملك سبع فكل ما واجهه من قبل لا يعد شيئاً أمام هذا التحدي الصعب ترجمة نانسي قنقر الأمر أصعب مما تخيلت علي أن أخذ قسطاً من الراحة عاد الأستاذ ثعلوب لمنزله وجلس على أريكته المريحة فقد اكتفى بهذا القدر من التفكير في حل المشكلة وبينما كان يشاهد التلفاز إذ فجأة وجدتها اتجه الأستاذ ثعلوب سريعاً إلى ورشته وقام بتصميم جهاز جديد أنيق أخذه وصعد إلى سيارته وانطلق فوراً إلى بيت الملك سبع أستاذ ثعلوب أعتقدت أنك ستأتي غداً هل وجدت حل لمشكلتي؟ أجل هذا الجهاز به حل مشكلتك هذا رائع ولكن ما هذا الشيء؟ هذا مكبر صوت صنعته خصيصاً لأجلك كلما أردت أن تجتمع بالحيوانات عليك أن تزأر خلاله أستاذ ثعلوب أنت عبقري ولكن خزح ذرك فصوته قوي وقد يتسبب في ضعر من بالجوار بالتأكيد أنا عاجز عن شكرك أستاذ ثعلوب لن أنسى لك صنيعك هذا هذا من دواعي سروري إلى اللقاء أستاذ ثعلوب وهكذا غادر الأستاذ ثعلوب وقاد سيارته عائداً إلى منزله منشرح الصدر تبدو عليه الراحة والهدوء ترجمة نانسي قنقر في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة جلس بطلنا أستاذ ثعلوب في شرفة منزله يقرأ جريدة الغابة ويرتشف مشروب الشاهد النكهة الخاصة كان يقرأ عن الابتكارات والأفكار الجديدة التي وصل إليها بقية الحيوانات في المجالات المختلفة مما جعله سعيداً مبتهجاً يا لهم من شخصيات عظيمة يجدون في أعمالهم فيرتقون بأنفسهم حقاً من جد وجد قام أستاذ ثعلوب من مكانه وهو ممسك بكوبه يرتشف منه ويستنشق هذا النسيم العليل ذا الرائحة الزكية متأملاً جمالاً منظر حوله وفجأة رأى الأسد الصغير شابول يلوح من بعيد ها؟ أليس هذا شابول ابن الأسل سبع؟ شابول كان شابول يقترب وبيده حقيبة كيف حالك يا شابول؟ وكيف حال والديك؟ أستاذ ثعلوب أنا بخير ولكن ماذا بك يا شابول؟ أقلقتني هل كل شيء على ما يرام؟ لا تقلق سيدي كل شيء على ما يرام فقط هناك أمر أريد استشارتك فيه بالتأكيد تفضل بالدخول أولاً ولا نتحدث بالداخل دخل شابول المنزل بعد أن فتح أستاذ ثعلوب له ثم أجلسه على أريكته المريحة وقام بتحضير عصيره المشهور الليمون الطازج بالنعنى اشرب يا بني ثم أخبرني ماذا حدث معك بالضبط شكراً لك أستاذ ثعلوب الأمر ليس خطيراً ولكنني حزين بعد الشيء أنت تعلم الكلب رماح قام بدعوتي أنا وبعض من الأصدقاء في الغابة لرحلة صيج سمك منذ فترة في البداية كنت متحمساً للغاية لأنني سأجرب شيئاً جديداً لم أفعله من قبل آه أتذكر تلك الرحلة لكنني للأسف لم أستطع المجيء لانشغالي ببعض الأشياء يومها بالفعل أردنا جميعاً أن تكون معنا ذلك اليوم أستاذ ثعلوب في المرة القادمة سأحاول القدوم المهم أكمل يا عزيزي حتى الآن لم أرى أية مشكلة حسناً سأكمل في ذلك اليوم لم أستطع صيد شيء في البداية فذهبت لسؤال رماح الذي كان بارعاً جداً في الصيد وبالفعل أخبرني بطريقته التي يستخدم فيها الشبكة وكيف علي إغراقها حتى عمق معين وأنا ممسك بأطرافها وبالفعل نجحت في صيد بعض الأسماك آسف للإطالة أستاذ ثعلوب لكنني أردت أن تعرف كل التفاصيل لا تقول هذا أكمل أرجوك حسناً استطعت الحصول على الكثير من الأسماك ذلك اليوم وكنت سعيداً جداً ولا أخفيك سراً لقد أحببت هذا الأمر جداً ولكن ولكن ما حدث هو أنني كنت بالأمس بالذهاب وحدي للصيد أردت إثبات كم أصبحت محترفاً لذا كلمت صديقي رماح وأخبرته أنني أريد استعارة شبكته لتجربة الصيد في البحيرة الملاصقة لمنزلي فذهبت لمنزله وأعطاني بالفعل واحدة من أجود الشبكات ولكن المعذرة أستاذ ثعلوب ولكن هذا عصير جميل جداً شكرت رماح وأخذت شبكته ثم ذهبت إلى البحيرة وبدأت الصيد مكست مدة في انتظار أن تلتقط شبكة سمكة لكن مع الأسف أستاذ ثعلوب لم أحصل على أي سمكة لا صغيرة ولا كبيرة كما أنني كنت أن أفقد شبكتي عندما اعتقدت أنني استطدت سمكة كبيرة جداً أخذت أحاول جذبها بشدة وبعد أن بزلت مجهوداً كبيراً في جذبها خارج المياه ما الذي حدث؟ أخبرني فعلاً ليمون رائع كانت مجرد صخرة أستاذ ثعلوب حينها اعتقدت أنني فقدت قدرتي على الصيد فأنا أرى الأسماك كل يوم تسبح في تلك البركة وأنا متأكد أنها مليئة بهم هل أنا سيء في الصيد هكذا؟ هل يمكن أن أفقد مهارتي في وقت قصير كهذا؟ أم أن السبب أن هذه البحيرة مشؤومة؟ لا أعرف أستاذ ثعلوب اطمئن فالأمر بسيط أولاً هل قام أحد الناس بالصيد هناك من قبل؟ نعم رأيت بعضهم بالفعل ولكن الغريب أن معظم السمك الذي يصطادونه إن لم يكن كله صغير الحجم هل معك الشبكة التي حاولت الاستياد بها؟ نعم إنها معي هنا بالحقيبة هل لا أريتني إياها؟ بالطبع دعني أتفقد شيئاً أخذ أستاذ ثعلوب يفحص الشبكة جيداً ويفكر ما الذي يمكن أن يسبب تلك المشكلة البحيرة بها سمك هناك بعض الحيوانات تصطاد هناك الشبكة استيض بها من قبل السمك معظم الوقت صغير أها وجدتها شابول اتبعني إلى ورشة خاصة لقد عرفت الحل حقاً أستاذ ثعلوب؟ نعم تعال معي دخل أستاذ ثعلوب وتبعه شابول ثم أخرج شابول الشبكة من حقيبته ووضعها على الطاولة وبدأ أستاذ ثعلوب في الشرح المشكلة يا شابول في الشبكة نفسها ها؟ نعم فتحات الشبكة كبيرة جداً مقارنة بحجم الأسماك التي تحاول صيدها بتلك الشبكة استطعت الصيد بسهولة في الرحلة لأن معظم الأسماك كان حجمها أكبر من تلك الفتحات لكن في حالة البحيرة لم تستطع لصغر حجم الأسماك هناك لكن لا تقلق الأمر سهل للغاية آه أنت رائع أستاذ ثعلوب اتجه أستاذ ثعلوب إلى طاولته ثم أخرج خيطاً مناسباً مشابهاً لخيوط الشبكة وظل يخيط بين الفراغات في الشبكة ليقلل من مساحة تلك الفراغات إلى أن انتهى حسناً تفضل ماذا؟ شكراً 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 لك أستاذ ثعلوب لا أعرف كيف أرد لك هذا المعروف لا شكراً على واجب أتعلم؟ سأتي لك بأول صيد لي ونأكله معاً حسناً شابول وسأكون بانتظارك لأني أعلم أنك صياد ماهر ودع الأستاذ ثعلوب شابول الذي ترك الأستاذ ثعلوب جالساً كما كان في البداية بداخله مشاعر فرحة وسرور لأنه يقدر مشاعر الآخرين جيداً ويدرك كيف أنه بحل مشكلة قد تبدو صغيرة أعاد للصغير ثقته بنفسه التي كاد يفقدها ذات يوم جميل مشرق بالأمل خرج الأستاذ ثعلوب ليتجول ويستمتع بنسيم الغابة العليل وأشعات الشمس الدافية بين تغريد الطيور وطنين النحل ورائحة الزهور الزكية مضى الأستاذ ثعلوب مستمتعاً بوقته وعندما وصل إلى بيت القرد الصغير ميمون وجده يفعل شيئاً غريباً للغاية ميمون ماذا تفعل؟ أنا أخزن طعامي المفضل لآكله في الشتاء لكن لا يجب أن تدفنه هكذا سيفسد ولكن ماذا أفعل أستاذ ثعلوب؟ إنه ينمو في الصيف فقط وأنا أحب أن آكله كثيراً أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر كيف يمكنه مساعدة ميمون لا تقلق ميمون أظن أن لدي فكرة حقاً؟ وما هي؟ انتظر وستعرف سأنطلق إلى ورشتي وأعود إليك في الحال حصل الأستاذ ثعلوب عندئذ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته وبعد حساب كل العوامل بدأ في جمع ما يحتاج إليه ثم أخذ صندوق أدواته ومفاتيح سيارته وبعض الألواح الزجاجية التي وضعها في السيارة وانطلق في طريقه إلى ميمون لما كل هذا؟ إنها مفاجأة أنا متحمس جداً ترجمة نانسي قنقر وهكذا انتهى الأستاذ ثعلوب بينما كان ميمون يشاهده منبهراً بما يفعل تفضل لن تفقد الأنناس ثانية إذن هل أخزنهم هنا؟ لا لا ستزرعهم هنا هذه هي الصوبة الزجاجية صوبة؟ وماذا نصوب عليها؟ لا لا نصوب بل هو اسم يفيد زراعة النباتات بداخلها في أي وقت آه إذن الآن يمكنني الحصول على الأنناس في أي وقت؟ أجل في أي وقت رائع شكراً أستاذ ثعلوب لا عليك تفضل هذه لك أستاذ ثعلوب إنها أفضل واحدة لدي آه هذا لطف منك عزيزي أحب الأنناس الآن أنا وأنت نستطيع أكله متى أردنا مضى الأستاذ ثعلوب سعيداً بمساعدة الصغير ميمون في يوم من أيام الربيع حيث التقص البديع نام الأستاذ ثعلوب في هدوء خالياً ذهنه من كل المواضيع لم يوقظه إلا صوت العصافير فغادر من فوره السرير وفتح خزانة ملابسه الأنيقة مخرجاً قميصه وربطة العنق الدقيقة وبعد ذلك احتسى مشروبه الفريد ثم طالع الجريدة ليعرف الجديد وما إن انتهى حتى ركب سيارته وغادر إلى مكان بعد في هذه الأثناء كان الصغير ميمون يقود دراجته في الغابة كان ميمون مستمتعاً بشدة لكن فجأة منزلقت الدراجة ووقع ميمون من عليها ميمون يا صغيري هل أنت بخير؟ أنا آتن نعم ولكن الدراجة ليست بخير آه يبدو أن هناك مشكلة في إطار الدراجة لا تقلق عزيزي سوف أصلحه لك ميمون فلتساعدني في عد أماكن المسامير بالتأكيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبدو أنهم تسع مسامير حسناً صغيري سأعدكم واحداً في حقيبة أدواتي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة سأخذ مسماراً إضافياً تحسباً لخطأه في العد إذن تسعة زائد واحد آه نحتاج لعشرة مسامير هذا سهل حسناً ميمون لقد انتهينا شكراً جزيلاً أستاذ فعلو لقد ساعدتني كثيراً هيا جربها ومجدداً انطلق ميمون بدراجته الجميلة من الذين نعتمد عليهم في حياتنا؟ من الذين نجدهم دوماً بجانبنا؟ مستعدين للتضحية ورسم البسمة على وجوهنا لجعل يومنا أفضل ولمشاركتنا أجمل لحظات المرح واللعب اشتركوا في القناة الشرطي نور حول أسمعك جيداً حول أظن أننا أخطأنا الطريق تبدينا محقة شرطية روان هولمز أرى آثار أقدامك في هذا الانتجاه الشرطي نور هولمز أظن أن أحدهم يتبعوني أجري شرطي يا روان أجري أنا أبعد للطالة يا نور ماذا؟ روان روان أنت هنا؟ روان كيف فقدنا الاتصال هكذا؟ روان روان أين أنت؟ بحث نور عن أخته روان في كل مكان لكنه لم يستطع أن يجدها مرحباً يا نور ماذا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ قلت أنك ستعود للمنزل بالتأكيد ما الذي أصابت جهازك؟ إنه لا يعمل لكنه جديد أعلم ذلك لقد بحثت عنك في كل مكان آه أخي هل قلقت لأجلي؟ كفى يجب علينا إصلاحه وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ مهلاً أنت خبيرة هنا ولكنني لا أعرف كيف أصلحه أنت تعلم ذلك عليك أن تحاولي أولاً فعلت ذلك قبل أن تأتي ولم أصل لأي شيء صدقني أتفكرين فيما أفكر فيه؟ أظن ذلك انتظرني هنا مرحباً مرحباً أستاذ علوم روان أتلفت جهازها اللاسلكي قلت لك لم أفعل ذلك كفى عن الشجار أعطني جهازك ربما أستطيع إصلاحها ها هو لكنني لست السبب صدقني سأذهب إلى ورشتي لأرى ما مشكلته شكراً أستاذ علوم عفواً أتظن أنني السبب حقاً؟ بالتأكيد ومن غيرك؟ ولكنني لم أفعل لا أظن أنك فعلت شيء لا يصدق مرحباً مرحباً الآن يعمل جيداً ألم أقل لك؟ لكنه لم يكن كذلك لقد جربته أعلم لكنه سليم الآن أرأيتي؟ أنت أطلفته وأصلحه الأستاذ سعلو لم يكن تارفاً يا نور إنها البطاريات آسف نرورو لا عليك لقد كنت خائفاً عليكي أعلم ذلك لدي أخوة رائع ربما يختلف الإخوة أحياناً ويتشاجرون لكنهم في النهاية يظلون عائلة كان يوماً جميلاً مشرقاً فالشمس ساطعته والتقص منعش لذا رأى الأستاذ فعلوب أن يخرج ليمارس بعض الرياضة آه خنزوان كيف حالك؟ لم أرىك منذ مدة افتقدتك كثيراً شكراً أستاذ فعلوب اشتقت لرؤيتك أيضاً أرجو أن تكون بخير لماذا يبدو حزيناً هكذا؟ أرجو أن يكون على ما يرام لماذا أنت شاحب هكذا؟ هل كل شيء بخير؟ أخبرني آه أستاذ فعلوب أنا حقاً بحاجة لمساعدتك في أمر ما لا تقلق يا عزيزي الأمر سهل ولا مشكلة بلا حل إضطئن تماماً ففعلوب هنا أعلم ذلك أستاذ فعلوب أنا أثق بك دائماً لنذهب إلى منزلي سأقدم لك مشروباً ثم نجد سمعاً وتحكي لي كل شيء عن مشكلتك هيا وافق السيد خنزوان وتوجه مع الأستاذ فعلوب إلى المنزل والآن اشرح لي الأمر لقد حاولت زرع نبات ما في حديقتي مؤخراً لكنه مات بعد فترة هل تسقيه بالماء كل يوم؟ أجل وبانتظام حسناً وما نعني الضوء؟ هل تعرضه لأشعة الشمس؟ نعم بالتأكيد فأنا أزرعه في حديقتي إذن سأذهب معك بنفسي لأرى ما هي المشكلة انتظرني دقائق فقط وفي الحال قام الأستاذ فعلوب بتبديل ملابسه وأصبح مستعداً ثم ركب كلاهما السيارة واتجها إلى منزل السيد خنزوان أترى أستاذ فعلوب؟ هذا هو النبات الذي أخبرتك عنه صديقي الصغير هذا النبات يسمى نباتاً لبلاب وهو نبات متسلق ذو طبيعة خاصة يحتاج لشيء يتسلق عليه كي يطول وينمو هم؟ لبلاب؟ ظننت أنه مجرد نبات عادي حسناً يمكنك زراعته على سور الحديقة قل لي ألديك سلم؟ نعم لدي واحداً ها هو هناك عظيم تعال معي ناولني المثقاب رجاءاً وبعد ثقب الثقوب ودق المسامير عذق الأستاذ فعلوب نباتاً لبلاب بطول سور الحديقة والآن عندما ينمو اللبلاب يمكنك تعليقه حول هذا السلك الممتد لقد فهمت أشكر في أستاذ فعلوب على الرحب حافظ عليها بعد إنقاذ النبات ومساعدة صديقه غادر الأستاذ فعلوب سعيداً ومضى في طريقه في يوم مشمس وجميل كانت الغابة تحتفل بتتويج ملكها الجديد الملك سبع كان بالرغم من سنه الصغير لديه من الحكمة نهراً غزير بعد انتهاء مراسم التتويج اتجه متحمساً إلى قصره البهيج عظيم إذن هذا هو عرشي صحيح؟ هو بالفعل يا مولاي حسناً من الأفضل أن أجربه بالطبع تفضل يا مولاي مونير إنه ليس مريحاً بالمرة ولكن جلالتك إنه مصنوع من أفضل الخامات إنه لا يناسبني شعر مونير بالحزن الشديد فهو لم يستطع إيجاد حل سديد وعندها قرأت له فكرة في هذا الوقت كان أستاذ ثعلوب في طريقه إلى المنزل بعد انتهائه من تمارينه الصباحية وبعد حمام منعش بدل ملابسه وذهب لتناول فطوره ثم أعقب الفطور بقراءة الجريدة الصباحية مرحباً مرحباً أستاذ ثعلوب هل لك أنت؟ مرحباً أستاذ ثعلوب أنا الملك سبع آه مولاي الملك سبع كيف حالك؟ أنا أريدك أن تأتي حالاً هناك مشكلة كبيرة وأنا واثق أنك الوحيد الذي يستطيع حلها سأتي على الفور وفي تلك اللحظة خرج أستاذ ثعلوب من منزله وانطلق بسيارته نحو قصر الملك عاكفاً على أن يحل مشكلته أهلاً بالأستاذ ثعلوب لحظة من فضلك مولاي الملك لقد وصل الأستاذ ثعلوب هل لي أن أدخله؟ عظيم تعه يدخل تفضل أستاذ ثعلوب فجلالة الملك بانتظارك صباح الخير يا مولاي كيف لي أن أساعدك؟ مرحباً أستاذ ثعلوب جيد أنك جئت سريعاً تحت أمرك دائماً حسناً اليوم كان حفلة تويجي ففكرت أن أتفقد العرش الجديد ولكن للأسف لم يكن مريحاً بالمرة هل تتخيل؟ أنا ملك الغابة ولا أملك عرش مريحاً ولكنني سمعت أنه مصنوعاً من أمتن الصخور ولكنه يؤلم ظهري أوه هذا سيء حسناً أنا قررت أن أصمم عرشي الخاص فكرة رائعة ولكني أحتاج مساعدتك لننجزه سريعاً هذا شرف لي جلالتك قام الأستاذ فعلوب برسم تصميم للملك سابع ولكن الملك بدى عليه عدم الرضا أعتقد أنني أعرف ما يناسبك قام الأستاذ فعلوب حينها بقياس الأبعاد المناسبة التي سيحتاجها للعرش الجديد لم يبدو حينها أن الأمر سيكون سهلاً ولكن الأستاذ فعلوب لا يكل ولا يمل وبالفعل انطلق بسيارته نحو سوق الغابة لشراء بعض المستلزمات التي سيحتاجها انتهيت هل لكانت تجربه جلالتك؟ يا إلهي هذا ما كنت أريده فعلاً سعيد أنه أعجبك مولاي وهكذا أصبح للغابة ملك جديد في يوم هادئ لطيف استيقظ الأستاذ فعلوب من نومه بنشاط وحيوية فأخذ حماماً منعشاً واستعد لتناول فطوره الصحي المغذي من الفواكه والخضروات مع البيض وكوب اللبن بالشوفان وبعض الجبن الطازج والخبز إلا أنه لاحظ أن الخبز قد نفذ من عنده وأنه بحاجة للذهاب لشراء بعض الخبز علي أن أذهب سريعاً لأشتري بعض الخبز من مغبز الآنسة نغم العصفورة حتى يكتمل فطوري الذي كم أنا جائع حمد لله أن مغبز الآنسة نغم ليس بعيداً لن أحتاج إلى السيارة قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى المخبز سيراً على الأقدام فهو يعشق السير في الغابة وتأمل مناظرها الخلابة وفي طريقه أستاذ ثعلوب أهلاً سلطان أخبرني هل تنام جيداً؟ لم أنام نوماً عميقاً كذلك من قبل شكراً لك أستاذ ثعلوب على الرحب صديقي إلى اللقاء وأخيراً وصل الأستاذ ثعلوب إلى مخبز الآنسة نغم ففوجئ بطابور طويل أمام المخبز أوله عند الآنسة نغم في نافذة المخبز حيث تسلم طلبات الخبز وآخره عند الأستاذ ثعلوب الذي وقف ملتزماً دوره لأنه يؤمن أن النظام هو قوام النجاح آه، يا لهذا الطابور الطويل ظل الأستاذ ثعلوب يتقدم رويداً رويداً مع تحرك الطابور حتى وصل إلى مقدمته حيث الآنسة نغم التي كانت قد أنهكت تماماً وكان الأستاذ ثعلوب هو الزبون الأخير أهلاً أستاذ ثعلوب، تفضل أهلاً آنسة نغم، تبدين متعبة كثيراً أجل أستاذ ثعلوب، الأمر أصبح صعباً ومضنياً لماذا؟ إزداد عدد زبائني مؤخراً بعدما قمت بإجراء توسعة في المخبز وتحسينات في منتج الخبز شيء عظيم أعلم أنه شيء جميل ومفرح لكن على الجانب الآخر فمعدل إنتاج الخبز لدي بطيء ولم يعود يناسب عدد الزبائن ولماذا معدل الإنتاج بطيء؟ كما تعرف أستاذ ثعلوب فإن طحن الحبوب يحتاج وقتاً وجهداً وقد يمثد لساعات طويلة مما يؤثر على معدل الإنتاج في النهاية كيف سأحل لها هذه المشكلة؟ حسناً آنسة نغم اسمحي لي أن أذهب لأتناول فطوري الذي ينتظرني منذ ساعتين وفي المساء أرجو أن تمر بمنزلي لأعطيك حلاً لمشكلة مخبزك الجميل حقاً أستاذ ثعلوب أنا متحمسة لذلك جداً إذن سأنهي عملي وأمر بك على الفور إلى اللقاء مساء آنسة نغم إلى اللقاء أستاذ ثعلوب ذهب الأستاذ ثعلوب إلى منزله وتناول فطوره أخيراً آنسة نغم تصنع أجود أنواع الخبز علي حل مشكلتها حتى لا نحرم من ذلك الخبز الشهي عمد الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الفنية وهناك عكف على البحث والقراءة لحل مشكلة الآنسة نغم إلى أن توصل إلى فكرة اختراع رائع آه، الآن انتهيت سأذهب للأستاذ ثعلوب وأعود بحل ينعش مخبزها العزيز إنها بالتأكيد الآنسة نغم مرحباً آنسة نغم، تفضلي مرحباً، هل استطعت أن تجد حلاً لمشكلة أستاذ ثعلوب؟ لماذا تجربي هذا الاختراع؟ اختراع جديد من أجلي؟ بالطبع، صنعته خصيصاً لك هذا رائع إنها آلة ثعلوب السريعة لطحن الحبوب عظيم، وكيف ستساعدني؟ هذه الآلة من شأنها تسريع طحن حبوب القمح التي يصنع منها الخبز وبذلك يقل الوقت الكلي للخبز، مما سيفي بطلبات الزبائن ويريحك آنسة نغم في عملك حقاً أنا ممتنة لك كثيراً، لا أجد كلمات تعبر عن شكري لك لا شكر على واجب آنستي أنت حقاً شخص طيب وكريم أستاذ ثعلوب أريدك أن تشغل الآلة الجديدة ابتداء من الغد، وسأتصل بك لأطمئن على النتائج حسن الأستاذ ثعلوب، سأفعل يجب أن أذهب الآن، أشكرك مجدداً إلى اللقاء يا آنسة نغم، ليلة سعيدة وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب الآنسة نغم، ثم جلس على أريكته الوثيرة ينظر إلى الغابة من خلال النافذة بجواره ويتأملها وهو يقول في نفسه في سعادة ما أجمل مساعدة الأصدقاء كان ذلك اليوم عيد ميلاد الحلزونة زوما وأرادت أن يكون يوماً مميزاً ولطيفاً وكذلك أراد صديقها جلجل إدخال السرور عليها أمي، أنا أسوأ صديق على الإطلاق لماذا يا عزيزي؟ لأن اليوم عيد ميلاد زوما، وليس معي نقوداً لأشتري لها هدية ألم تتدخر أي تنقود؟ ولا فلساً واحداً حسناً، عليك أن تفكر في حل ما أظن أنني سأخرج قليلاً وأفكر أرجو أن أكون صديقاً أفضل زوما دائماً ما تعطيني هدايا مميزة ربماً يستطيع الأستاذ ثعلوم أن يساعدني مرحباً عزيزي جلجل أستاذ ثعلوم، أرجوك ساعدني بالتأكيد، ماذا حدث؟ اليوم عيد ميلادي زوما، وقد نفذت نقودي ماذا علي أن أفعل؟ أمر بسيط، يمكنك ابتكار هديتك الخاصة حقاً؟ كيف؟ ما رأيك أن تصنع لها عقداً؟ موافق، فكرة رائعة لدي بعض الخيوط، وأزهار جافة، وهناك إبرة آه، واثق أنها ستحبه، كما أن رائحته جميلة إذن هيا، اذهب وأعطيها هديتك، وأدخل السعادة عليها شكراً لك انظري ماذا أحضرت إليكي آه، جلجل، هذا أجمل عقد رأيته في حياتي لقد صنعته بنفسي حقاً، هذا يجعله أثمن وأجمل أرجو أن تحضي بأجمل عيد ميلاد يا زوما أنت أفضل صديق يا جلجل هكذا الأصدقاء يتشاركون السعادة والحزن وكل شيء ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره، خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه آه، نديم كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو أن لا يكون قد أصيب بسوء لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ آه، أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصر إليه قريباً أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلاً لها أم، هيا بنا صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم آه، كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيراً، شكراً لك أستاذ ثعلوب، أعتذر مجدداً لمجيء المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار آه، لا عليك صديقي أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كمرت تجارتي مؤخراً، وأصبح لدي العديد من الزبائن نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت أذا عصيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي وهو بدوره أخبر كل الصيادين، فهرعوا لعمل قوارب مثله هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح، وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعوه هو وجميع أصدقائه فهو يخطط للذهاب إلى رحلة سيد، قال أنها ستكون مميزة نعم، لقد سمعت بذلك الأمر لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضا أي تأخشى من أحتاج لصنعها أنا في خيرة من عمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب، ولكنني ترددت في ذلك، أرجوك ساعدني آه، يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا هلأ أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن وبعد مرور عدة ساعات، وصل إلى الحل نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً أجل، هذه هي موسيقى وبعدما عاد لمنزله، اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته لم تمضي إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب آه، سيد نديم، لقد أتى سريعاً أخبرني أستاذ ثعلوب حسناً، تفضل لقد توصلت لحل مشكلتك لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً آه، لا تقل هذا، انظر هنا هذه مخططات، من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتماع ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال آه، إنها أبسط مما تخيلت شكراً لك أستاذ ثعلوب ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساك في بناء السفن لأنه يتميز بقوته وصلابته وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن لكن أستاذ ثعلوب أعلم أنك لا تعرفه لا يعرفه الكثيرون هيا نذهب معاً لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته وانطلق في طريقهما ها هي الشجرة ها؟ عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً هذا واجبي يا عزيزي الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماحي في أسرع وقت وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم، وانطلق عائداً تبدو عليه علامات الراحة والهدوء، لأنه قدم معروفاً وساعد صديقاً ترجمة نانسي قنقر يجب أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب، فهو سيساعدني بالطبع من هنا؟ أنا هنا أستاذ ثعلوب آه، نمنومة صغيرة، أهلاً، تفضلي شكراً أستاذ ثعلوب كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، أعلم أن مشكلتي تبدو صغيرة، وأنك مشغول بشدة، ولكن أنا لا تقلقي نمنومة، أيًا كانت سنجد حلاً لها أخبريني، ماذا يضايقك؟ حلوى السكر حلوى السكر؟ ما بها؟ لا شيء، أنا أحبها، وأريد الحصول عليها، ولكن لا يمكنني الحصول عليها إلا من الجانب الآخر للنهر، وأنا لا أستطيع السباحة إذن كيف حصلت عليها سابقاً؟ عن طريق أصدقائي، كانوا يعبرون النهر ويحضرونها لي من هناك، لكنني لا أريد انتظارهم كل مرة، أريد أن أحضر الحلوى بنفسي متى شئت فهمت، إذن أنت بحاجة إلى طريقة لعبور النهر نعم تريدين تعلم السباحة؟ مستحيل، فأنا أخاف من الماء كثيراً، هو كابوس بالنسبة لي، هل من طريقة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بالطبع، دعيني أفكر أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر في حل، فنمنومة الصغيرة لا تريد أن تبتل، ففكر في بناء جسر تعبر عليه، وهو بالطبع ما تحتاج إليه عزيزتي نمنومة، هل هو نهر عريض؟ عريض جداً أستاذ ثعلوب مم، ليس سهلاً، فلنذهب الآن اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الرائعة، حيث جلب صندوق أدواته وبعض الأخشاب، ثم وضعهم في سيارته الجيب الأنيقة، وانطلق برفقة الصغيرة نمنومة صغيرة نمنومة، إن عرضه ليس كبيراً ولكنه كبير بالنسبة لي، أنت تقول ذلك لأنك كبير جداً أنت محقة، والآن بدأ العمل وأخيراً انتهينا أستاذ ثعلوب، هذا ما أردته تماماً أشكرك كثيراً، أستاذ ثعلوب، عليّاً أذهب لإحضار حلوى السكر، وضعنا ما تمنيت ذلك استمتأي بالحلوى يا نمنومة بعد أن اطمعنا الأستاذ ثعلوب لعبور نمنومة للنهر، قاد سيارته وعاد لبيته سعيداً بانتظار يوم جديد يومًا ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب جالسًا يشاهد التلفاز ويستمتع بأكل الحليب والشوفان إذ سمع طرقًا على الباب، ترى من يكون في هذا الوقت المبكر؟ قام الأستاذ ثعلوب ليفتح، وفي طريقه ظل يدعو ألا يكون أحد الحيوانات قد أصابه مكروه وعند الباب، رأى إحداهن واقفة في قلق شديد كانت تلك هي السيدة رشيقة صباح الخير سيدة رشيقة، كيف حالك اليوم؟ صباح الخير أستاذ ثعلوب، هل لك أن تساعدني في أمر عاجل؟ بالتأكيد، تبدين قلقة جداً، ما الأمر؟ ابني الصغير دبدوب المحبوب، علق عالياً في الشجرة وكيف حدث هذا؟ لقد التسق في خلية نحل، كل ما أراده كان العسل، وهو الآن عالق هناك أخشى أن يقع على الأرض أو يصيبه أي مكروه ليس في وجودي سيدة رشيقة، لحظة ها قد جئت اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته على الفور، وأحضر حقيبة الأدوات التي يحتاجها من الداخل وضعها في سيارته الجيب الأنيقة، وساعد السيدة رشيقة في الركوب وأخيراً وبعد طول مسير، وصل إلى وادي الأشجار، حيث كانت الشجرة الطويلة ذات خلية النحل، التي التصق بها دبدوب الصغير أسرعوا اصبر قليلاً دبدوب الصغير، فنحن سنساعدك في النزول لا تخف يا صغيري، أستاذ ثعلوب سيساعدك في النزول بعد لحظات كل ما علينا فعله الآن هو بناء سلم جلب الأستاذ ثعلوب بعض المسامير المعدنية، وبعض قطع الخشب من حقيبة أدواته سيدة رشيقة، هل ساعدتني في حساب عدد المسامير لدي؟ بالطبع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة ولكنهم كانوا عشرة آه ها هو موسيقى أنا قادم لمساعدتك يا دبدوب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، أنا قادم ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أنت هنا أخيراً هيا تشبث بي جيداً سننزل معاً المنظر مخيف لا تخف اقترب تعال وهكذا استطاع الأستاذ ثعلوب أن ينقذ دبدوب المحبوب شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب لقد ساعدتنا كثيراً لا عليك أبداً سيدة رشيقة كن حذراً في المرة القادمة شكراً أستاذ ثعلوب في هذه اللحظة ودع الأستاذ ثعلوب كل من السيدة رشيقة وابنها دبدوب المحبوب ثم أدار سيارته واتجه عائداً إلى المنزل مبتسماً يقول في نفسه نعم الأصدقاء الصديق وقت الديق يوماً ما في فترة الظهيرة كان الأستاذ ثعلوب يأخذ قيلولته وفجأة سمع طرقاً على الباب قام ليفتح الباب فوجد الآنسة سلطعونة واقفة تحمل في يدها هدية آه أهلاً آنسة سلطعونة تفضلي أهلاً أستاذ ثعلوب لدي مشكلة صغيرة وأتساءل إذا كنت تستطيع مساعدتي إنه من دواعي سروري أخبريني ما الأمر حسناً كل ما في الأمر أن اليوم عيد ميلادي صديقة المقربة فاشتريت لها هدية واحتفظت بها في خيمتي على الشاطئ لكن إحدى صديقاتي انتابها الفضول وأرادت أن ترى الهدية ففتحتها بدون إذن مني وقصرتها لكن عن غير قصد آه ما هذا إنه تصرف سيء جداً 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 أستاذ سعلوب وقد كانت السلسلة الأخيرة في المتجر دعيني أراها جيداً هاها إنها ليست مكسورة هناك حلقة مفقودة حلقة؟ ماذا تعني؟ هذه الأجزاء الصغيرة المتصلة ببعضها أمسك الأستاذ ثعلوب بالسلسلة وقام بإعادة وصل الحلقات ببعضها هذا رائع لقد عادت جديدة الآن عليك أن تلف الهدية مرة أخرى وتعطيها لصديقتك شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب على الرحب والساعة وهكذا خرجت سلطعونة تقفز في سعادة وعاد الأستاذ ثعلوب إلى قيدولته في الحال كان يوماً صحواً من أيام فصل الصيف قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى الشاطئ حيث يسترخي ويستمتع آه! يا له من يوم مشرق وجميل وبينما كان الأستاذ ثعلوب مستلقياً يستنشق النسيم العليل مر به الكلب رماح كان يلهو ويطارد فراشه وأخذ يجري وراءها وعندما اتجهت الفراشة إلى البحر قال لها رماح لم تهزميني وهكذا رل يسبح وظلت الفراشة تطير لكن فجأة أصابه شد عضلي وشعر بالألم الشديد الذي جعله غير قادر على السباحة ما هذا؟ أنا هنا النجدة أنصصوني أنا أغرب قلق الأستاذ ثعلوب ماذا عليه أن يفعل؟ رماح بعيد جداً عنه ظل ينظر حوله حتى وجده مركباً بخارياً مربوطاً بجدع شجرة أصمد أنا قادم على الفور اتجه الأستاذ ثعلوب إلى المركب وحرره ثم ركبه وانطلق مسرعاً باتجاه الكلب رماح لينقذه هل أنت بخير؟ أنا بخير لقد زال الخطر حمداً لله على سلامتك ولكن ماذا كنت تفعل في عمق البحر؟ آسف الأستاذ ثعلوب كنت أمرح مع الفراشة بنان ثم طارت فوق الماء فتبعتها لكن فجأة أصابني شد عضلي ولم أستطع السباحة بعدها هذا أمر عصيب عصيب جداً أستاذ ثعلوب حسناً أرجو أن لا تسبح في المياه العميقة مجدداً بالمناسبة أين والدتك؟ إنها بالمنزل إذن سأوصلك وهكذا ركب الأستاذ ثعلوب وبجانبه رماح الذي تعلم درساً لن ينسى في ظهيرة يوم من الأيام خرج الأستاذ ثعلوب في جولة في الغابة إنها الرابعة إنه وقت الغداء أهى مطعم الرشاقة ممتاز آه أستاذ ثعلوب طابة يومك طابة يومك سيدة رشيقة كيف حالك؟ أنا بخير شكراً لك ما المميز عندكم اليوم؟ حسناً لدينا اليوم خلطة سحرية ستعجبك بكل تأكيد عليك أن تجربها إنها نزيزة بها نوع الخضر الذي تفضله ويوجد بها أيضاً بعض الإضافات الشهية يبدو شهياً بالفعل هيا سأجربه لم تغب السيدة رشيقة طويلاً حتى خرجت وفي يدها الوجبة مممم، رائحتها زكية آمل أن يكون طعمها مثل رائحتها بل أظنه سيكون أشهى إنها لذيذة بالهناء والشفاء سمع الأستاذ ثعلوب صوت تناهد السيدة رشيقة آتياً من الداخل لا علي أن أذهب وأطمئن عليها سيدة رشيقة هل أنت بخير؟ سمعتك تتنهدين ما الأمر؟ أنا لا أعلم اختفى الطعام من مكانه اختفى؟ كيف ذلك؟ لست متأكدة لكن أنظر لقد طرقت بعض العنب هنا ثم ذهبت لأحضر بعض اللبن وعندما عدت لم أجد العنب دعيني أرى تلك المندضة أها لقد وقع العنب في هذه الفتحة فتحة؟ سيدة رشيقة عرفت كيف أصلحها حقا؟ كل ما أحتاج إليه بعض ألواح الأخشاب هل لديك أي منها؟ نعم لدي العديد أخذ الأستاذ سعلوب ألواح الخشب وبدأ العمل هي الآن جاهزة رائع تبدو كمندضة جديدة شكراً جزيلاً لك أستاذ سعلوب لا عليكي سأذهب لأنهي وجبتي الشهية أشكرك مجدداً أشكرك على الوجبة الرائعة بكم أدين لك؟ آه لا إنها هدية وإليك أيضاً كعكة التوت لا شك أنك ستحبها عادت السيدة رشيقة إلى زبائنها بعد أن ودعت الأستاذ سعلوب الذي مضى يقول في نفسه أنه لا شيء يضاهي مساعدة الآخرين ورسم البسمة على وجوههم يوماً ما وبينما كان الأستاذ سعلوب يتجول في الغابة سمع ضوضاء عالية آتية من مسافة قريبة وعندما اقترب أكثر وجد القردة شملول والقردة المسنة قردون يتعاركان يكفي يكفي توقف الآن آه يجب أن تغجل من نفسك أيون لست صغير يا لك من هارم انخرف اذهب بعيداً هيا لا تتحدث هكذا أي نوع من الأجيال هذا؟ لا حدود ولا أخلاق سيدفعني للجنوني أستاذ سعلوب ما المشكلة؟ السيد قردون عنده الزهايمر كيف تجرؤ؟ مؤخراً أصبح يظن أن بيتي هو بيته أأنت متأكد؟ نعم إنه يدعوني باللس لأنني حاولت دخول منزلي ولست لساً عادياً بل خطيراً حتى أنني غيرت قفل الباب فجاء وكسره ودخل أيضاً إنه باب منزلي ويمكنني أن أفعل به ما أشاء أرأيت أستاذ سعلوب؟ سيد قردون أين تسكن؟ أسكن هنا سيد قردون هذا بيت شملول حتى أن صوره معلقة على الجدران لقد تسألت كثيراً لمن هذا الوجه الأبله؟ هذا الوجه الأبله هو لصاحب المنزل الذي اقتخمته عنوى على كل أعتذر أستاذ فعلوب لقد نسيت هل تعرف عنوانه يا شملول؟ نعم من هنا حسناً لنذهب الآن سيد قردون آه هذا هو منزلي منزلك؟ الآن تذكرت آه أنا آسف جداً هل توجد طريقة لأتعرف بها على منزلي؟ ما رأيك أن تضع صورتك على باب المنزل؟ آه هذه فكرة رائعة ما رأيك يا شملول؟ نعم أنا سأضع صورتي بحجم كبير على الباب تحسباً فقط أحسنت شملول وهكذا تصالح القردان وذهب لبيتهما في أمان كان الوقت مساءً وكان الأستاذ فعلوب يستعد للنوم لكن فجأة سمع طرقاً على بابه من هناك؟ أستاذ فعلوب افضح الباب أنا رشيدة أهلاً سيدة رشيدة أهلاً أستاذ فعلوب آسفة على مجيئي في هذا الوقت المتأخر لقد انطلقت باتجاه منزلك منذ الصباح ولم أستطع الوصول إلا الآن فسرعتي منخفضة ولا أعلم ماذا أفعل لا بأس تفضلي دخل الاثنان وجلست السيدة رشيدة ثم قدم لها الأستاذ فعلوب كوباً من الليمون بالنعناع تفضلي اشرب هذا سيشعرك بتحسن بعد كل هذا المشي شكراً لك والآن أخبريني كيف أساعدك؟ اليوم صباحاً كنت في السوق أشتري بعض الأشياء وفجأة وجدت صف طويل من الزبائن يقفون خلفي كانوا ينتظرون دورهم ثم أخذوا يصيحون ويصرخون حتى أن بعضهم منعتني بالصلحفة وما المشكلة في ذلك؟ أنهم قالوها بسخرية أستاذ سعلوب رغم أني بازلت قصار جهدي لأتحرك بسرعة أجل أجل فهمت على كل حال اقترح البعض أن يكون لي مساري الخاص وأنا أرى هذا حلاً جيداً إذا أصبح لي مساري الخاص وأيضاً حارتي الخاصة فلن تكون سرعتي حينها عائقاً لأحد ولن أتعرض للسخرية مني ومن سرعتي مرة أخرى تقولين مسارك الخاص؟ نعم مثل مساري سيارات الإسعاف ومساري الدراجات أستاذ سعلوب يجب أن يكون هناك مسار للسلحفات أيضاً لكن إذا فعلنا هذا فكل واحد ربما سيطالب بتخصيص مسار له حتى لا يقوم الآخرون بإزعاجه وبالطبع هذا مستحيل أريد فقط أن أعيش بسلام دون إزعاج من أحد أرجوك ساعدني أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر أراد أن يجد حلاً لها لكن لم يكن يعرف كيف يصل إليه آه لقد وجدتها حقاً؟ هل سيوفرون لي طائرة خاصة؟ أنا لا أصدق كلاً ماذا إذن؟ ما رأيك سيدة رشيدة بأحذية التزحلق؟ أحذية التزحلق؟ نعم، ستساعدك للسير أسرع ولن تعطل الصف خلفك مرة أخرى إنها فكرة رائعة أستاذ ثعلوب أظن أنني محتفظ بحذاء التزحلق خاصتي منذ كنت صغيراً حسناً في الحال ذهب الأستاذ ثعلوب إلى ورشته وظل يبحث في أدواته القديمة نعم، ها هو ماذا؟ هل وجدته؟ أجل، وجدته تفضلي، جربي عظيم ياه، شعور مذهل جداً شكراً جزيلاً أستاذ ثعلوب على الرحب سيدة رشيدة وانتبهي جيداً حاضر مضت السيدة رشيدة تتزحلق في سعادة ونام الأستاذ ثعلوب فخوراً بما فعل أحب هفهف دائماً الانضباط في مواعيده ولم يكن يتأخر أبداً في أي شيء أنا سأصل في الموعد ولكن بينما هو يسير إذ سمع صوت ساعة الغابة العاشرة؟ ليس مجدداً كيف حدث هذا؟ لا لا لا، ماذا أصابك ساعة الغالية؟ جعلتني أتأخر ثانية أرجو أن لا أطرد من عملي بسببك وأثناء حديث هفهف لنفسه مر به الأستاذ ثعلوب مرحباً يا هفاف سمعت مؤخراً أنك تأتي في معادك بالتمام آه أستاذ ثعلوب لا لقد تغير ذلك الآن لا معد آتي في الموعد كيف هذا؟ أنت منضبط جداً أنا متأخر اليوم وكيف حدث ذلك؟ أنا لا أدري ساعتي هذه إنها ثمينة وغالية جداً لقد جنت إنها التاسعة صباحاً في ساعتي ولكن في ساعة الغابة العاشرة هل ضبطت ساعتك؟ نعم لقد ضبطتها صباحاً وماذا عن البطارية؟ غيرتها خمس مرات أرني الساعة حسناً أنا أعتقد أنني أحتاج لمفتاح صغير أزال الأستاذ ثعلوب السطح الزجاجي ونظر بالداخل ها هو إذن ماذا؟ ماذا؟ هل وجدت ساحراً بالداخل؟ ماذا؟ لا بالقطع لا إذن ما الأمر؟ إنها مجرد حبة رمل كانت عالقة آه لا لقد تعطلت ساعتي كلا إنها محض حبة رمل سأزيلها وستعود الساعة سليمة حقاً؟ نعم حقاً انتهيت ها هي لن تتأخر مجدداً شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب على الرحب عزيزي لوح الأستاذ ثعلوب مودعاً هفاف ذات ليلة من ليالي الغابة المقمرة شعرت السيدة بطوطة بالجوع فقررت أن تخبز كعكة لذيذة الآن علي أن أنتظرها حتى تنتهي بدأت السيدة بطوطة في تنظيف المطبخ ثم اتجهت إلى الموقد حتى تتفقد الكعكة لكن عندما فتحت باب الموقد آه انفجار أستاذ ثعلوب أستاذ ثعلوب الحقني انفجار في منسلي أستاذ ثعلوب استيقظ أستاذ ثعلوب أرجوك زاعدني أستاذ ثعلوب كان الأستاذ ثعلوب يغط في نوم عميق لكنه استيقظ على صوت السيدة بطوطة وحش هذه أنا بطوطة آه لقد أخفتني فالوقت متأخر ما الذي حدث؟ انفجار ماذا؟ أين؟ في بيتي انفجر الموقد بينما كنت أخبز الكعكة ها؟ الكعكة تركتها بداخل الموقد هيا نذهب حالا سآتي معك أخذ الأستاذ ثعلوب مفاتيح سيارته وانطلق هو والسيدة بطوطة بالتجاه منزلها أين الموقد سيدة بطوطة؟ في الأمام انظر آهان سيدة بطوطة هل قرأت لي لافتة التحذير هذه من فضلك؟ إجراءات السلامة موقد الغاز يرجى إغلاق سمام الغاز بأحكام لتجنب حدوث تسريبات خطيرة قد تؤذي صحتكم بالضبط سمام الغاز؟ لقد تركتيه مفتوحا كنت جائعة أستاذ ثعلوب كنت جائعة؟ عظيم على كل حال لقد أغلقته ما هذه الرائحة؟ إنها الكعكة أظنها جاهزة الآن آه تبدو شهية جداً لتجلس وتتذوقها حسناً لا أستطيع أن أرفض كان يوماً دافئاً مشمساً من أيام فصل الصيف وكان الأستاذ ثعلوب جالساً في شرفته يقرأ الجريدة الصباحية ويستمتع بالنسيم العليل عندما سمع طرقاً على الباب قادم آه جامح كيف حالك يا صديقي؟ أستاذ ثعلوب أرجوك ساعدني ماذا حدث؟ الكاميرا مرة أخرى تفضل واشرح لي الأمر إذن ما مشكلة الكاميرا؟ حسناً كل شيء كان على ما يرام منذ آخر مرة وفجأة اختفت كل الصور التي التقدتها هلأ أريتني الكاميرا من فضلك؟ طبعاً أخذ الأستاذ ثعلوب الكاميرا وتفحصها جيداً بدت في حالة جيدة تماماً لكن عندما تفحص الذاكرة أها هذه هي ماذا؟ ما هو؟ الذاكرة ممتلئة وماذا أفعل في ذلك؟ عليك أن تبدل بطاقة الذاكرة ويمكنك أن تفرغها على الحاسوب هكذا إذن؟ نعم ولحسن حظك لدي واحدة هنا دعني أضعها لك ذات الأربع وستين جيجا بايت ستفي بالغرض أخذ الأستاذ ثعلوب الكاميرا وقام بوضع بطاقة الذاكرة الجديدة بدلاً عن القديمة تفضل يا جامح حافظ عليها فيها كل صورك القديمة وها هي الكاميرا رائع شكراً أستاذ ثعلوب على الرحب والساعة وهكذا مضى جامح سعيداً بالكاميرا يلتقط الصور ليخلد اللحظات المميزة ويصنع أجمل الذكريات ذات يوم جميل مضيء بنور شمس الصباح استيقظ الأستاذ ثعلوب من نومه نشيطاً متفائلاً فأخذ حماماً منعشاً ثم أعد مشروبه الصباحي المفضل من اللبن والشوفان ثم جلس يتصفح أخبار أصدقائه حيوانات الغابة في الجريدة اليومية كان تم تخبر يتصدر الصفحة الأولى وهو ظهور نتائج اختيار طليعة الكشافة سلطان سلطان يا صديقي كم أنا سعيد لأجلك في هذه اللحظة افتح أستاذ ثعلوب أنا سلطان سلطان؟ عجيب حسناً سيد سلطان أنا قادم مرحباً سيد سلطان مبارك حصولك على مركز القيادة بطليعة الكشافة قرأت الخبر للتو شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب ماذا بك صديقي سلطان؟ أنت لست على ما يرام تبدو متعباً متعب كثيراً أستاذ ثعلوب أنت على وشك الخروج في مهمة كبيرة تمثل فيها غابتنا يجب أن تكون مستعداً وبصحة جيدة كي تؤدي المهمة على أكمل وجه معك حق أستاذ ثعلوب لكن صديقني الأمر ليس بيدي إذن أخبرني بالمشكلة لنفكر معاً بحلها وأعدك أنك لن تخرج إلا ومعاك الحل تعلمت منك أستاذ ثعلوب أنه لا مشكلة بلا حل لكنني أشعر أن مشكلتي هذه المرة مختلفة سأريك يا صديقي سلطان كيف أن السعي والتفكير قادران على حل أي مشكلة قل لي من فضلك مما تعاني النوم أستاذ ثعلوب النوم؟ أجل محروم منه منذ أيام وأشعر أنني بحاجة كبيرة إلى الراحة قبل الانطلاق للمهمة أصبحت لا أنام أكثر من ساعتين يومياً مما هد قوايا وأضعف جسدي كما ترى وما السبب في ذلك عزيزي؟ ربما قلقي بشأن مهمة الاستكشاف بالإضافة إلى بعض العوامل البيئية لأماكن نومي من رياح وأمطار أحياناً أجل فهمت هل لديك حل لمشكلة أستاذ تعلوب؟ ليس الآن لكن بعد قليل سيكون لدي حل حسناً سيد سلطان لما لا تنام بعض الوقت على سريري ريثما أبحث عن حل لمشكلتك هذا كرم كبير منك أستاذ تعلوب أنا بالفعل محتاج للنوم أشكرك كثيراً لا عليك تفضل عندما تستيقض ستجد مشكلتك قد حلت فرح السيد سلطان كثيراً بهذا العرض السخي من قبل الأستاذ تعلوب واسترقى على السرير مسترخياً مستسلماً لنوم كان في تلك اللحظة أسمى أماني أما الأستاذ تعلوب فذهب إلى ورشته وانكب على حاسوبه ولم يمر وقت طويل حتى صنع الأستاذ تعلوب شيئاً يحل به مشكلة السيد سلطان كان ذلك الشيء هو حقيبة النوم العميق إنها هي لن أوقذ السيد سلطان المسكين سأنتظره ريثما يستيقظ دخل الليل على منزل الأستاذ تعلوب والسيد سلطان لا يزال نائما ما هذا الظلام؟ يبدو أنني نمت كثيراً أستاذ تعلوب أين أنت؟ أنا هنا سيد سلطان هل وجدت حلاً لمشكلة نومي أستاذ تعلوب؟ أجل تعال كل يوم وسأجعلك تنام في سريري سبع ساعات أنت تمزح أستاذ تعلوب أليس كذلك؟ أجل أجل سيد سلطان إذا كنت تبحث عن حل لمشكلتك فانظر عن يمينك ها؟ وعاء قماشي مبطن؟ هل هذا سيحل مشكلتي؟ نعم مؤكد هذا ليس مجرد وعاء قماشي مبطن سيد سلطان إنها حقيبة ثعلوب المتطورة للنوم العميق رائع هل تقصد أنها تسمح بنومي داخلها؟ أجل بالطبع يمكنك الدخول في حقيبة النوم العميق ثم إغلاقها جيداً بتلك السحابة حتى تقي نفسك خطر برودة الجو في الخارج عظيم وكذلك مثبت بها غطاء للعين تضعه فوق عينيك بعد دخولك في الحقيبة واستلقائك داخلها وبها منفذ هواء للتنفس ما هذه الروعة؟ أنا لا أصدق يمكنك أيضاً طيها وحملها معك إلى أي مكان تريد أستاذ تعلوب أنت تملك عقلاً عبقرياً أنا فخور بمعرفتك شكراً لك هذا واجبي يا صديقي الآن ليس أمامك إلا أن تؤدي مهمتك بنجاح وترفع رأسنا عالياً أعدك أستاذ تعلوب أنك سترى أقوى وأسرع صقر في الغابة أحسنت يا سلطان ودع السيد سلطان الأستاذ تعلوب ثم حلق عالياً في السماء بشوشاً مشرقاً تملأ قلبه مشاعر البهجة والحماس بعدما نجح الأستاذ ثعلوب في نبذ اليأس والضعف من داخله وبث روح الأمل والتفاؤل مكانهما في صباح أحد الأيام كان الجو دافئاً وكانت بداية فصل الربيع حيث كست الألوان المختلفة الغابة وبدأت الورود الجميلة في التفتح وحمل النسيم الهادئ معه من الروائح الزكية ما يشعرك كما لو كنت في عالم آخر تسللت تلك الروائح إلى أنف الأستاذ ثعلوب مما جعله يبتسم وهو ما يزال نائماً لقد حل فصل الربيع أخيراً إنها الفترة التي ترتدي فيها الحيوانات الأزياء الملونة البراقة احتفالاً بالعيد واه يا لها من بداية جميلة لليوم ما ألطف هذا النسيم العليل آه أمام الكثير من التحضيرات حتى موعد حفل الربيع السنوي تراها الأرتدي ربطة العنق الحمراء أم السوداء وبينما كان الأستاذ ثعلوب منهمكاً في اختيار أفضل زي له إذ به يسمع طرقاً على الباب ها؟ ترى من يكون الوقت ما زال مبكراً كان الطارق هو السيد سنجوب السنجاب الذي ظهرت عليه ملامح الحزن وبدت ملابسه غريبة بعض الشيء صباح الخير يا أستاذ ثعلوب صباح الخير سيد سنجوب هل أنت بخير يا صديقي؟ اهدأ أرجوك تفضل بالدخول وقبل أن ينهي الأستاذ ثعلوب كلمته انطلق السيد سنجوب كالرمح للداخل وجلس على الأريكة وأجهش في البكاء أكثر مما جعل الأستاذ ثعلوب يتعجب هل أنت بخير؟ الأستاذ ثعلوب ألغى ما أشعلت أهو كان بالشتاعي أهو كان ألغطه مني أهو أشح أهو 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 أه سيد تنجوب وأخبرني بطريقة أبطأ قليلاً ما رأيك؟ معذرة معذرة أستاذ سعلوك إنني منفعل ليس إلا لا عليك فقط اهدأ وأخبرني ماذا هناك؟ حسناً بدأ الأمر الأسبوع الماضي أنت تعلم أنني في فصل الشتاء يكون من الصعب علي التحرك بحرية ولهذا ألجأ غالباً إلى مغزن طعامي من أجل الغداء وهذا سبب مشكلتي كيف؟ لقد استهلكت الكثير من الطعام هذا الموسم مما أدى إلى ما تراه الآن يا إلهي لقد كبر حجمك قليلاً سيد تنجوب ليس قليلاً أستاذ سعلوك لقد ازداد حجمي ضعف ما كنت عليه في الربيع السابق لذلك ففرصتي في الفوز هذا العام شبه مع دومه آه لو كان بيدي أن أتحرك بسهولة في الشتاء ما كنت لأصل لتلك الحالة لن أكل بعد اليوم وبهذا سأصبح نحيفاً مرة أخرى شكراً أستاذ سعلوك تمهل إن امتناعك عن الطعام لن يساعدك نهائياً فيما تفكر فيه لدي الحل المناسب لك اتبعني إلى ورشة عملي ذهب الأستاذ ثعلوب ومن ورائه السيد سنجوب إلى الورشة ثم أخرج الأستاذ ثعلوب مخططاً مرسوماً وتفحصه جيداً وشرع في عمل بعض المخططات الأخرى وفي النهاية وقف وقال هذا هو الذي سيقضي على وزنك الزائد ما هذا أستاذ تعلوب؟ إنها آلة تمرين رياضي سأنفذها لتكون جاهزة للاستعمال اليوم مساءً هذه ستساعدك في الوصول لوزنك السابق في وقت قصير ولكن هذا مرهق لكنه فعال إذا أردت الوصول لهدفك عليك أن تتحلى بالعزيمة أريد أيضاً إعطاءك هذا ما هذا؟ هذا الإناء مليء بنبات الشاي الأخضر الذي أزرعه في حديقتي إنه فعال جداً في إنقاص الوزن لكنه لن يؤتي ثماره دون ممارسة التمارين بجانبه وذلك حتى تحصل على أعلى كفاءة هل تعتقد أنني سأصبح نحيفاً مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ نعم بالطبع الأمر كله متوقف على إرادتك وإصرارك أما بالنسبة لحفل عيد الربيع فلدي بعض القماش المناسب ويمكنك أن تذهب به للسيدة حلوب كي تصنع لك زي يناسبك حتى تنافس بقوة هذا العام في احتفالات الربيع هل أنت جاد أستاذ تعلوب؟ تعطيني ثياباً حتى أستطيع أن أنافسك نعم يا صديقي دائماً ما أحب المنافسة الشريفة أنت شخص رائع أستاذ تعلوب أشكرك أشكرك على كل شيء أنت لا تعلم كم أنا ممتن لك سيدي لا تقول هذا الربيع هو الوقت الذي علينا جميعاً أن نشعر فيه بالسعادة وأنا أحب أن أرى كل أصدقائي كذلك بعد ذلك شرع الأستاذ ثعلوب في صناعة الآلة الرياضية وجهز القماش الذي وعد به السيد سنجوب وجاء يوم الاحتفال حيث تقابلت حيوانات الغابة جميعاً ومن بينهم الأستاذ ثعلوب والسيد سنجوب وكانت المفاجأة أن تعادل كل من الأستاذ ثعلوب والسيد سنجوب هذا العام نظراً لسمتهم الراقي وملابسهم الأنيقة كان في غاية الفرحة والسرور وشاركتهما في ذلك كل الحيوانات التنافس الشريف شيء جميل لكن الأجمل أن تسود روح الصداقة بين المتنافسين ترجمة نانسي قنقر في الواقع أنت تعلم أنني لا أحب تضيع الوقت فأردت الوصول إليك في أسرع وقت ولكنني تفاجأت بهذا الضباب فكان يجب علي أن أكمل فالوقت أرجوك سيد جواد ما فعلته كان تهوراً وليس حفاظاً على الوقت الآن سنحتاج وقتاً لكي نصلح سيارتك وأظن أنه سيكون وقتاً طويلاً هل يمكننا الذهاب بسيارتك إذن؟ فالوقت يداهمنا حسناً يمكننا ذلك هيا بنا انطلق إلى سيارة الأستاذ تعلوب وبعدها اتجه ناحية المنجم المقصود أثناء الطريق كان السيد جواد ينظر إلى ساعته كل دقيقة ويطلب من الأستاذ تعلوب أن يسرع ولكن الأستاذ تعلوب لم يبالي فهو يعلم أنه إذا أسرع أكثر من هذا فإن ذلك سيعد تهوراً لقد تأخرنا كثيراً هل؟ اهدأ قليلاً سيد جواد لا داعي للعجلة هل يمكنك إرشادي للأماكن التي نقبت فيها؟ بالطبع اتبعني سار الأستاذ تعلوب وراء السيد جواد منبهراً بكبر حجم المنجم هنا أستاذ تعلوب أسرع الأستاذ تعلوب إلى حيث أشار السيد جواد فوجد آثار حفر مختلفة فأخرج جهازه وقال لنبدأ العمل ما الذي يحدث؟ أخبرني هذا الجهاز يستطيع أن يشعر بوجود المعادن في منطقة ما حتى إذا كانت مدفونة عميقاً في الرمال وهذا يعني وجود معادن بتلك الحفر أعطني هذا حفر الأستاذ تعلوب حفرة صغيرة بجانبهم في المكان الذي أصدر الجهاز أعلى صوت عنده لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى أخرج الأستاذ تعلوب حفنة تراب من هذه الحفرة تراب من جديد أستاذ تعلوب انظر جيداً كما توقعت المنجم مليء بالذهب ولكنه مختلط بالتراب لذا علينا الحفر أكثر والحصول على كمية كبيرة من التراب لاستخراج أكبر كم من الذهب أها لذلك ظلمت أنه لا يوجد ذهب لا ليس هذا هو السبب السبب أنك متعجل دائماً تريد إنهاء كل شيء في أقل وقت ممكن وهذا شيء خاطئ إذا فعلته في كل شؤون حياتك لأن هناك أشياء تتطلب التأني وتحتاج إلى بعض الوقت ربما حفرت كثيراً ولكنك لم تعثر على شيء لأنك لم تعطي الأمر وقته الكافي وبذلك كت تعتقد أنك فشلت في عملك اعلم يا صديقي أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة وخير دليل على ذلك سيارتك أمام منزل لم أفكر من هذا المنطلق من قبل لقد كنت أعتقد دائماً أن السرعة هي الحل ربما لأن تجارتي ومعاملاتي سريعة جداً أصبحت السرعة والعجلة من طبيعة لكنك على حق أستاذ تعلوب وأنا لا أعرف كيف أشكرك لقد ساعدتني كثيراً وأعلم أنني سأعمل بحكمتك هذه الوقت كالسير؟ آه عفواً أقصد في التأني سلامتي وفي العجلة الندامة سأقوم اليوم باستئجار بعض العمال لاستخراج هذا الذهب أحسنت سيد جوار أنت شخص مجتهد وبارع في عملك كل ما تحتاج إليه هو التوسط والاعتدام فبعض الأشياء يحتاج للسرعة وبعضها الآخر يلزمه التأني كقيادة سيارتك مثلاً بالمناسبة إلى أين تريدني أن أقلك الآن؟ إلى ورشة السيد هادي سنحضره لإصلاح سيارتي أمام منزلك وأشكرك مجدداً أستاذ ثعلوب وبالفعل انطلق معاً بالسيارة في اتجاه السيد هادي كان الأستاذ ثعلوب يقود السيارة متأنياً إلا أنه يخشى أن يعود الضباب مرة أخرى في أي لحظة أسيل نحلة نشيطة تستيقظ صباحاً فتتناول فطورها وتطمئن على عسلها ثم تنطلق لتجمع بعض الرحيق يبدو هذا رائعاً سأخذ بعضاً من هنا هذه ستكون منعشة إنه نوعي المفضل ظلت تجمع كل الرحيق الذي تحتاجه وعندما انتهت اتجهت عائدة للبيت وحينما اقتربت من بيتها وجدت مفاجأة غير سارة يا إلهي العسل لقد انسكب من فعل ذلك؟ نظرت أسيل يميناً ويساراً لكن لم يكن أحد هناك حزنت أسيل كثيراً وقررت أن تذهب إليه سريعاً أسيل كيف حالك؟ أستاذ ثعلوب أسيل ماذا حدث؟ لقد فرق أحدهم العسل ودمر خنيتي من قد يقوم بهذا العمل الشنيع؟ لا أعلم ماذا حدث كنت بالخارج أجمع الرحيق وعندما عبت وجدت إهدى الآن واطمئني لا أعلم ماذا أفعل شعر الأستاذ ثعلوب بالأسف تجاه أسيل وفكر في حل جيد لها أها وجدتها وجدت من فعل هذا؟ لا لكنني أستطيع منع تكرار ذلك حقاً؟ نعم تعالي معي في الحال اتجه الأستاذ ثعلوب لورشته أحضر بعض الحديد وألواح الخشب وصندوق أدواته ومن ثم قفز إلى سيارته وبجانبه أسيل وانطلق بعيداً أرأيت؟ كما قلت لك لقد دمر بالكامل أنت محقة لكن سيكون كل شيء على ما يرام بدأ الأستاذ ثعلوب العمل فجمع ألواح الخشب وصنغ منها صندوقاً وضعه على فرع شجرة ثم قام بتدعيمه بالمسامير وربطها جيداً وجعل له باباً صغيراً الآن انتهينا لا أصدق عمل رائع شكراً أستاذ فعلوب تفضلي خذي هذا أيضاً وما هذا؟ هذا مفتاح لخليتك لن يدخلها أحد دون إذنك حقاً؟ لا أعرف كيف أشكرك لا عليك أنسة أسيل تفضل أستاذ فعلوب هذه هدية لك وما هذه؟ إنه إناء به عصل لذيذ وهو أفضل نوع لدي آه هذا لطف نينكي حسناً شكراً لك أسيل وهكذا قاد الأستاذ فعلوب سيارته عائداً في منتهى السعادة موسيقى 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 في إحدى ليالي الصيف الحارة جداً استيقظ أستاذ علوب من نومه وبدأ يهمهم بصوت خافت يا لها من ليلة حارة لا أحتاج إلا حمام ماء منعش وبعدما أخذ أستاذ علوب حمامه المنعش خرج ليتابع برنامجه المفضل على التلفاز وهو يحتسي كوباً من بوضة ثعلوب مميزة مسترخياً وسعيلاً وبينما هو كذلك إذ سامع طرقاً على الباب كان ذلك وفيق البطريق أهلاً صغيري وفيق لم أرك في الغابة منذ مدة كيف حالك؟ أهلاً أستاذ علوب كنت أحاول مؤخراً تعلم أحدث طرق الطبخ كما نصحتني قبل ذلك جميل جداً أعتقد أنك ستصبح أفضل طباخ في الغابة قريباً لا أعتقد ذلك ها؟ لماذا؟ تعال معي يا وفيق لنكمل حديثنا بالداخل وبعدما دخل الاثنان بدأ أستاذ ثعلوب في إعداد شيء رائع يحبه وفيق استرح هنا ريثما أعد لك كوباً من البوضة المتلجة اللذيذة حقاً إليك بوضة ثعلوب المميزة أشكرك كثيراً أنت أفضل أستاذ ثعلوب أخذ وفيق يلتهم البوضة في نهم شديد أخبرني هل أعجبتك خلطة ثعلوب مميزة للبوضة؟ أجل تلك هي أفضل وصفة تذوقتها في حياتي أنت ماهر حقاً سوف أعلمك إياها قريباً ولكن الآن هل لك أن تخبرني ما هي مشكلتك؟ الصيف أستاذ ثعلوب الصيف؟ ما مشكلته؟ ترتفع درجة الحرارة في الصيف كثيراً مما يؤثر علي بالسلب فلا أستطيع أن أباشر أعمالي وأكون دائماً في حالة يرسلها آه يبدو ذلك واضحاً عليك أستاذ ثعلوب لقد لجأت إليك لتجد لي حلاً فأنا أعرف أنه لا توجد مشكلة في وجود أستاذ ثعلوب فكر أستاذ ثعلوب ملياً ثم قال لوفيق البطريق هل أم هلتني بعض الوقت يا وفيق؟ سأتصل بك وقتما أجد الحل أستاذ ثعلوب أنا واثق بك وسوف أنتظر مكالمتك بشعف كبير بعدما ودع أستاذ ثعلوب وفيقاً الصغير أخذ يفكر في حل لمشكلته كان وفيق يحاول الاتصال مراراً وتكراراً ليسأل أستاذ ثعلوب إن كان قد توصل إلى حل لمسألته أم لا وفي كل مرة كان أستاذ ثعلوب يطلب منه أن يصبر قليلاً حتى ينتهي من إعداد الحل له دخل أستاذ ثعلوب ورشته وأخذ يحاول إيجاد فكرة من شأنها تسهيل حياة وفيق وإيقاف معاناته ها قد انتهيت في الغد سوف أتصل بوفيق لأخبره أنني قد حللت مشكلته نام أستاذ ثعلوب حتى الصباح وبعد شروق الشمس نهض من سريره وهرع إلى الاتصال بوفيق وطلب منه أن يحضر فوراً وبعد دقائق قليلة وصل وفيق البطريق مرحباً عزيزي وفيق مرحباً أستاذ ثعلوب انتظرت اتصالك بتلاهف شديد تفضل انظر هذه السطرة بها حل لمشكلتك عظيم ولكن كيف ذلك؟ أخبرني عليك أن تستخدمها وسوف تفهم على الفور وما إن لبس وفيق السطرة حتى بدأت في العمل وعندما أحس بالبرودة تسري في عروقه وتصل إلى أطراف جسده قال أستاذ ثعلوب حقيقة أنا عاجز عن شكرك أنا سعيد جداً ولن أنس معروفك هذا أبداً واجبي يا ابنين لا أصدق نفسي حقاً أستاذ ثعلوب إني أشعر بالبرودة في كل أطرافي يا له من إحساس مريح ورائع أسعدتني يا صغيري هلأ طلبت منك شيئاً آخر أستاذ ثعلوب؟ نعم تفضل لقد اشتقت لتطوق بوضة ثعلوب مميزة في الحال قام أستاذ ثعلوب من مكانه واتجه إلى ثلاجته ثم أخرج منها كوباً كبيراً من البوضة التي تناعش صديقه الصغير وفيق شكراً لك أيها الصديق الرائع تفضل أشكرك كثيراً أنت أفضل أستاذ ثعلوب إنكب وفيق على البوضة اللذيذة وراح يأكلها بشهية مفرطة وبعدما انتهى غادر منزل أستاذ ثعلوب وهو يودعه قائلاً شكراً لك أيها الصديق الرائع وهكذا جلس أستاذ ثعلوب في منزله أمام تلفازه مستريحاً مطمئناً بعدما ساعد الصغير في حل مشكلته وأدخل السرور على قلبه